واحدة من اكتر الظواهر اثارة للرعب في التاريخ الظاهرة اللي حواليها كتير من التساؤلات مصاصي الدماء يترى كان لهم موجود فعلا ولا مجرد اساطير وهل كانوا كائنات غريبة ولا دي حالة رجع لمرض معين وليه تفسير علمي ده اللي هنجاوب عليه في حلقة النهاردة اهلا بكم في قناة حكاية اثر فكرة ومصطلح مصاصي الدماء ظهرت منذ الاف السنين وكانت موجودة في معظم الثقافات على مر العصور مصاصي الدماء والنزاف كما يطلق عليه في بعض المراجع هو عبارة عن كائن وشخصية اسطورية اتذكرت في الادب الشعبي والفولكلور وكان دايما بيتم تصويره على هيئة شخص ميت وليه انياب وبيعتمد الشخص ده في غزائه على دماء البشر ودماء ضحاياه بداية ظهور فكرة مصاصي الدماء امتلكتها ثقافات وحضارات كتير زي الاغريك والرومان حتى الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية القديمة اللي كانت دايما بتنظر للمعبودة السخمة واللي كانت بتمثل في جسم امرأة ورأس انثى الاسد وبيعلوها كرس الشمس على انها نوع من انواع مصاصي الدماء وده اللي ذكرته معظم الاساطير في مصر القديمة واللي بتذكر باختصار ان المعبودة السخمة نزلت على الارض عشان تنفذ انتقام للمعبود رع من الناس وانها بدأت تقتل الجميع وتشرب دمهم لدرجة انها كادت ان تقضي على جميع البشر ونتيجة للاساطير دي ربط بعض علماء الاثار السبب الرئيسي وراء كثرة تمثيل المعبودة السخمة في مصر القديمة ان الناس كانوا بيحاولوا يكسبوا رضاها ويحموا نفسهم من شرها لكن بداية ظهور مصطلح مصاصي الدماء في العصر الحديث كان في اوائل الكرن الثمنتاشر وظهر نتيجة لوجود نوع من انواع الهستيريا الجماعية عند بعض الشعوب اللي دعمت وصدقت الفكرة دي خصوصا شعوب رومانيا وسربيا واوروبا الغربية ونتيجة لده حصلت مجموعة من المطاردات والاتهامات اتسببت في موت مجموعة كبيرة من الابرياء لكن على الرغم من ان مصاصي الدماء يعتبروا كائنات وهمية واسطورية الا ان في حوادث وحاجات غريبة حصلت بتأكد وجودهم في العصر الحديث وده اللي هنتعرف عليه على مدار الحلقة لكن يعتبر الظهور الحقيقي لشخصية مصاصي الدماء لأول مرة كان على ايد مؤلف اسمه جون بوليدوري وده كان في سنة 1819 واللي قال في الكصة اللي نجحت بشكل كبير لكن يعتبر الظهور الاكثر تأثيرا لشخصية مصاصي الدماء كان في اوأل القرن 19 في رواية دراكولا اللي تكتبت في 1897 على ايد مؤلف اسمه برام ستوكر وهنا لازم نقول ان معظم المؤرخين والباحثين شافوا ان ستوكر ما جابش الشخصية دي من وحي خياله بل كان فيه شخصية حقيقية استمد الاسم وبعض التفاصيل منها وبالفعل لما ننظر للتاريخ هنلاقي ان برام ستوكر استمد افكاره من شخصية عاشت بالفعل وهي الملك فلادي الثاني المعروف باسم دراكول وتسمى باسم دراكول لانه خد التنين كرامزليه فاطلق شعبه عليه هذا الاسم الرجل ده كان حاكم لوحدة من الولايات العثمانية واللي كان اسمها أولاكيا وكانت الولاية دي بتعاني باستمرار من خطر الهجمات من الهنجاريين نتيجة لده عرض عليه السلطان العثماني انه يدفع الجزية مقابل حماية وليته من خطر الهنجاريين مع ضرورة ارسال مجموعة من الجنود للسلطان العثماني وكنوع من أنواع إثبات الولاء أرسل دراكول مع الجنود اتنين من أبنائه واحد اسمه أرادو والتاني اسمه دراكولا الاتنين دول هم الاتنين اللي تربوا مع ابن السلطان العثماني محمد بن مراد واللي تعرف بعد كده باسم محمد الفاتح لكن المهم ان بعد موت دراكول رجع ابن دراكولا للولاية عشان يتولى الحكم ويقال انه كان شخص دموي وعنيف جدا لدرجة انه عمل عشاء كبير في القصر وعزم فيه كبار رجال الدولة والمسؤولين والنبلاء وعمل عملية قتل جماعي لهم وأرسل كمان الباقي كنوع من أنواع العبيد وعشان يشتغلوا في الأعمال الشقة واشتهر دراكولا بنوع من أنواع التعذيب وهو استخدام ما يعرف بالخوزوق كنوع من أنواع التعذيب والعقاب وكان بيتم من خلال اختراق جسم الإنسان باستخدام الخوزوق علشان خاطر يتعذب أطول فترة ممكنة قبل ما يموت لدرجة ان بعض المصادر ذكرت انه قتل حوالي 500 شخص بالطريقة دي كنوع من أنواع التعذيب ومن هنا بيرى الباحثين ان المؤلف اكتبص بعض التفاصيل من شخصية دراكولا الحقيقية في روايته دراكولا لكن يفضل السؤال الأهم هل فعلا مصاصو الدماء حقيقين وأشخاص عاشت في الواقع بتاعنا؟ والحقيقة أن في حالات كتير ظهرت في العالم الواقعي فصرها جزء من العلماء على أنها حالات لأشخاص مصاصين دماء فعلا وحقيقين أول حالة بتعتبر لمصاص دماء حقيقي هي حالة ترايس ويجنتون واللي بتعتبر حالة المصاص الدماء الموثقة والحقيقة وهي بنت تولدت في سنة 1965 في استراليا البنت دي بدأت تحس بالتعب والمرض والضعف الشديد وبعد عدة محاولات وإجراء فحصات طبية لقيت نفسها بتشعر بالتحسن بعد شرب الدماء البشرية وبالأخص دماء النساء وفي يوم من الأيام هجمت شخص اسمه إدوارد الشخص ده مات وذكرت ترايس بسبب الموت أنها تعانته بالسكينة واتحكم عليها بالسجن وخرجت في سنة 2012 لكن الأغرب أن الحد النهاردة محدش يعرف هي فين أو حتى إيه سبب الظاهرة اللي حصلت لها وهل هي كانت فعلا مصاص الدماء ولا ده مجرد مرض واضطراب نفسي أما الحالة التانية فكانت لشخص اسمه مورديكس الشخص ده اعترف على نفسه في أكتر من مقابلة تلفزيونية أنه متعود على شرب الدماء البشرية واعترف أنه مصاص دماء واتكلم عن مجموعة غريبة من النشاطات بيقوم بيها ولا يزال الشخص ده على قيد الحياة لحد النهاردة وبيقول أنه بيشرب الدماء باعترافه لمرة واحدة على الأقل في اليوم أما الحالة التالتة فكانت سنة 1932 لما حصلت حادثة غريبة في مدينة في السويد وهي أن سيدة اسمها ليلي لينستروم بعد موتها ودفنها اشتكى مجموعة من السكان أنهم بيسمعوا أصواد غريبة وبيحسوا بحاجات أغرب ومن هنا بدأت الشرطة تعمل تقرير عن الجثة وذكرت الشرطة في تقريرها حاجة غريبة جدا وهي أن الجثة كانت فارغة تماما من الدماء البشرية مع وجود آثار عضة أسنان على الرقبة لحد النهاردة غير معروف السبب الحقيقي اللي خلى الجثة مفرغة من الدم أو إيه سبب العضة اللي موجودة على الرقبة أما الحالة الأخيرة فهي اللي شخص كان عايش في قرية صغيرة في سربيا اسمه بيتر لاجوفيك الراجل ده مات سنة 1725 والغريب أن في نفس يوم موته مات حوالي 9 أشخاص من نفس القرية وده كان سبب خلى أهل القرية يشكه في سبب وفاته خصوصا أن زوجته حكت أنه قال لها أنه تعرض للهجوم من مصص دماء مع وجود آثار عضة على رقابته وكانت الصدمة لما راح أهل القرية لقبر عشان يدوروا على الجثة وما لقوهاش لكن لقوها في اليوم الثاني والأغرب أن الجثة كانت موجودة فعلا لكن لم تتعرض للتحلل وكانت بحالتها الأصلية كأنه مات في نفس اليوم لكن سبب عدم تحلل الجثة فصروا دكتور بأنه يرجع لبرودة الجو وقت موته وكمان أن الأبر كان مضغطي لفترة كبيرة بالتالج لكن الناس قرروا أنهم يشرحوا الجثة وكانت الصدمة لما لقوا أن الدم ما زال في صدره وقلبه كأنه لسه حي وكان بيعتقدوا أن القلب لو اتحرق هيقضوا على الأرواح الشريرة وبالفعل بعدما حرقوا قلبه لقوا أن الدنيا رجعت طبيعية زي ما كانت كل دول أشخاص عاشوا في العصر الحديث اختلف العلماء حول سبب وحقيقة كنهم فعلا مصاصين دماء ولا مجرد أمراض نفسية واتربط لكن هل فعلا في مرض بيفصر ظاهرة وجود مصاص دماء أو حتى مرض مشابه؟ والحقيقة أن في الستانيات من القرن الماضي شرح مجموعة من الأطباء في بحث مهم عملوه ظاهرة وجود مصاص الدماء وفصروا ده تحت مرض اسمه البروفوريا وفصر الأطباء والعلماء ظهور المرض ده نتيجة للنقص مادة الهيموجلوبين في دم الإنسان وهي المادة المسؤولة بنسبة كبيرة على توزيع ونقل الأكسوجين في جميع أجزاء الجسم ومن أهم الأعراض الخاصة بالمرض ده هو الضعف والشعور بالهزيان مع الإصابة بنوع غريب من الحساسية واللي كانت بتحصل لهم بمجرد التعرض لأشعة الشمس مع تغيير في لون البول للون الأحمر وفي الوقت ده كان بعض الأطباء بيفصروا حمرار البول على إن المريض بينزف وعشان كده كانوا بيعوضوا فقد الدم ده بإنهم يخلوهم يشربوا دم الحيوانات ومن هنا جات فكرة وجود التغذية على الدماء البشرية أو الحيوانية وظهرت فكرة وجود مصاص الدماء وبكده تنتهي حلقة النهاردة وسؤالي لحضراتكم هل فعلا وجود مصاص الدماء حقيقة ولا مجرد نوع من أنواع الأساطير ومجرد أشخاص وهمية من وحي الخيال دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة